في هذا الفيديو خلينا نتطرق على كيفية إنشاء حساب جوجل وعملية إنشاء عملية جدا بسيطة لكن الأهم من ذلك خلينا نتطرق على أهم الإعدادات اللي لازم ناخذها بنظر الاحتبار في الحساب من إعدادات حماية وإعدادات خصوصية لهذه الأمور يعني أكثرنا أنه هناك حساب جوجل بالفعل على الهاتف الخاص فيه الهاتف اللي يشتغل بنظام أندرويد مبدئياً لا بد أنه ياخذ حساب جيميل أو حساب جوجل حتى تستطيع أنه تستفاد من الخدمات كمسجر بلاي ويوتيوب وأمور أخرى فلكن أكثر الناس ما يبدي إنشاء الحساب بشكل عشوائي ما يبدي إنه يضبط المعلومات الخاصة فيه معلومات الحماية والخصوصية وكيف راح تبدأ تستخدم جوجل بياناتك كالبيانات السيرش اللي هنا يعني يعني من تقوم بالبحث مثل هنا هنا السجل عندك راح يبديد تبديد تحتفظ فيه جوجل في الداتابيس الخاصة فيها ويمكن إنه توقف هذا يعني من الإعدادات الخاصة في الحساب إضافة على يوتيوب والوصول إلى موقعك الجغرافي وعدد الأجزاء المنتصلة في الحساب وأمور أخرى أوكي فمبدئين إذا إذا ما كنت إنه عامل حساب ببساطة تذهب هنا وتقوم بإضافة حساب آخر مثلا وتقوم بالتسجيل أوكي نقلنا هنا استخدام حساب آخر تقوم بالتسجيل دخولك إذا كان موجود عندك حساب أو تقوم بإنشاء حساب راح تزودهم بمعلومات جدا بسيطة الاسم الأول اسم العائلة اسم المستخدم اللي هو دائما ما ينتهي بجيميل دوت كوم كلمة المرور بتبديد تأكد كلمة المرور المرور ضرور جدا تكون كلمة المرور قوية أقل شي تكون عندك ثماني أحرف أو أكثر مزيج من الأحرف والأرقام والرموز ثم مع ذلك تضغط على التارح تطلب من عندك رقم الهاتف سابقا كان رقم الهاتف لابد أنه تقوم بمضافتها ضمن تسجيل الحساب بشكل منفرد بدون استخدام نظام أندرويد لكن حاليا أصبح عندك اختيار يعني يمكن تقوم بإنشاء حساب سواء كان ضمن الهاتف وسواء كان ضمن المنتصفح يمكن تضيف رقم الهاتف أو لا لكن عموما ضروري ضروري جدا تضيف رقم الهاتف إلى الحساب حساب بدون رقم الهاتف لا يعني شيء نهائيا خاصة إذا كان حساب ضمن يعني البيزنس اللي عمل وبالتالي ما في شخص أنه يحتفظ بحسابه لأبد يمكن أنه ينسى كلمة السير يقطع في كلمة السير ينسى يعني الإيميال هو بحل ذاته فبالتالي راح تبدأ تستخدم رقم الهاتف ضمن الاثنتيكيشن حتى تبدأ تسترجع حسابك أوكي فالآن خلينا نرجع على جوجل ننقر هنا على هذا التاك نبدأ نذهب إلى إدارة حسابك على جوجل طبعا ثلاث أمور مهمة راح نبدي نبينها ضمن حساب جوجل أول شيء في الصفحة الرئيسية راح تجد إنو يقلك أوكي مرحبا عدي مجموعة من الاختصارات إليك يمكن إنه نبدأ في استخدامها أول شيء الخصوصية والتخصيص طبعا الخصوصية والتخصيص من خلالها راح تبدي بالضبط معلوماتك الشخصية اللي راح تظهر عندك اللي أنت فعلا قمت بإنشاء أثناء الحساب كاسمك واسم العائلة الخاص فيك والصورة اللي هذه الصورة اللي موجودة في الأساس يمكن تقوم بتغييرها الآن بشكل مباشر لكن مبديا خلينا نصفحها من هنا هنا على المعلومات الشخصية أول شيء يمكن تقوم بإضافة الصورة أوكي هذه الصورة راح تبدي تنعكس على جميع الشيء راح يبدأ يستخدم هذا الحساب جميع الخدمات الأخرى من جوجل كالقناة الرئيسية الخاصة في يوتيوب اللي إحنا راح نبدأ نتطرق إليها في الفيديو القادمة كافية إن شاء الله القناة بالتفاصيل فهذه الصورة اللي راح تضيفها راح تبدي تنعكس على قناة بشكل تلقائي القناة الرئيسية هنا الاسم يمكن تنقر هنا وتقوم بتغيير الاسم تاريخ الميلاد الجنس ومعلومات عامة يمكن تقوم بتغييرها الآن بنسبة البيانات والتخصيص البيانات اللي راح تبدي تستخدمها إليك تستخدمها منك جوجل هي مختلفة منها سجل البحث الخاص في جوجل نشاطك على الويب على التطبيقات الأخرى يعني مشكلة سجل يوتيوب هذه الأمور كلها يمكن إنه تقوم بتخصيصها يعني تقوم بتفعيلها أو لغاء تفعيلها من هنا يعني على النشاط على الويب تنقر هنا أوكي ثم مع ذلك يمكن تقوم بتفعيلها أوكي أو تقوم بإلغاء تفعيلها نقل هنا تفعيل أوكي تمام الآن النشاط على الويب في التطبيقات هو بشكل عام مفاعل خلينا نرجع إلى الخلف بالنسبة مثلا يقول أنا على يوتيوب ما أريد إنه يبدي يسجلي على يوتيوب قم بإلغاء تفعيلها أدخل نقل هنا أنا ألغي لنا تفعيل سجل يوتيوب نقل هنا هل تريد إيقاف سجل يوتيوب نقل له أوكي نقفنا السجل بشكل كامل نرجع إلى الأعدادات فإلك الحرية الكاملة في تخصيص البيانات الخاصة فإذا تنزل إلى الأسفر أوكي راح تجد عندك شيء جدا مهم اللي هو مساحة التخزين في الحساب مبدئين كل حساب جوجل إلى 15 جيجا بايت هذه الخمسطعش تبدأ تستخدمها من جميع خدمات جوجل يعني سواء جوجل درايف أو الصور أو إلى هذه الأمور 15 جيجا ببساطة يمكن إنه تقوم بإدارة مساحة التخزين حتى تضيف مساحة تخزين أخرى وهي جدا جدا يعني رخيصة فأوكي ننتقل إلى الأمان ليش تتوقع من الأمان؟ يعني أهم خطوة في الأمان إنه لما شخص يسجل دخوله ضمن حسابك راح يبدأ يدزلك شعار إنه تم تسجيل الدخول من الجهاز المعني اللي موجود في المكان المعني فلو تلاحظ نشاط الأمان الأخير إنه تم تسجيله من نظام ويندوز في الساعة الفلاني من الموقع الفلاني فأول أمرين مهمات في الأمان اللي هو كلمة السر كلمة المرور لازم تكون عندك مركبة وصعبة ثاني شيء يمكن تستخدم هاتفك لعملية تسجيلك للدخول هاتف الذكي اللي هو فعلا مقترن في الحساب يمكن إنه تستخدمه في كل عملية تسجيلك للدخول وثالث شيء اللي هي المهمة جدا اللي هو ميزة تتحقق بخطوتين وهذه الميزة متوفرة في كل مواقع أغلب مواقع تواصل الاجتماعي ميزة تتحقق بخطوتين تكون تضيف لك طبقة أمان إضافية من خلال إنه حتى لو كنت تعرف كلمة السر يحتاج إنه يرسل لك رمز أمان إلى رقم الهاتف وبالتالي تدخله راح يسجلك الدخول على حسابك يعني بالتالي راح تحصل على أمان متكامل للحساب الخاص فكنا راح تجدد لدك الأجهزة اللي موجودة عندك والجهاز الحالي اللي يمشغل عندك الحساب أوكي هذه أهم الأمور اللي هنا تحتاجه هنا عندك الأشخاص والمشاركة هنا خاصة في الدفعات والاشتراكات فهذه أهم الأمور اللي لازم نأخذها بنظر الاحتبار في الحساب طبعا